بسم الله والحمد لله القائل وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وهو القائل سبحانه وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌّ يُوحَى وَأُصَلِّ وَأُسَلِّمُ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ إِلَيْهِ رَبُّهُ زِمَامَ الْفَصَاحَةِ وَالْبَلَاغَةِ فكان حق بها وأهلها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد أيها الإخوة والأحباب طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا سائلني الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه ما زلنا في الحديث الشريف في ضيافة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي بدأناه من حلقات عديدة اليوم نختم هذه الحلقات هي لم تنتهي ولكن نختمها لننتقل إلى بستان آخر من البساتين العطرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما زلنا مع قولي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله وما سوله وحب إليه مما سواء ما وانتهينا منها في حلقات كثيرة وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وانتهينا من الحديث عنها وفيها إن شاء الله اليوم نختم بالنقطة الثالثة أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار النقطة الثالثة في الحديث كي يستكمل الإيمان أن الإنسان إذا رسخ الإيمان في قلبه وتحقق به وتمكن وذاق حلاوته أحبه وأحب الثبات عليه وأحب الدوام عليه بل والزيادة منه لذلك يكره هذا العبد مفارقة الإيمان ولو لحظة هذه النقطة الثالثة أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يجذف في النار كما أن الإنسان يكره أن يجذف في النار يكره أن يعود وينتكس إلى الخلف لذلك إذا وجد العبد حلاوة الإيمان في قلبه في نفس اللحظة بنفس اللحظة التي وجد فيها حلاوة الإيمان يحس بمرارة الكفر والفسوق والعصيان لأن حلاوة الإيمان طاغية وهذه إذا ظهرت هذه تضربها وتنهي عليها وهذه الصفة وهي حلاوة الإيمان أو كراهة أن يعود في الكفر ليظل على حلاوة الإيمان وتذوقه تقوم على اعتزاز المسلم بدين الإسلام من هذه تجعل الإنسان أو من يتصف بها نصفه بأنه متمسك بدينه ثابت على هذا الدين والتعبير بكلمة يكره ويقول أن يكره أن يعود في الكفر أن يكره التعبير بكلمة يكره لماذا لم يقول أي لفظة أخرى مثل هذه لأنه لا يمكن لهذا العبد الذي تذوق حلاوة الإيمان أن يترك دينه إلى الكفر أبدا أبدا لذلك يكره أنا أكره هذا الشيء لا أريد أن أراه لا أريد أن أنظر إليه لا أريد أن نشمع لا أريد هو هذا يكره الكفر وحواشيت ويستشعر بقبح هذا العمل لمن كفر وشناعة هذا الفعل بل وجرمه وسوء المصير لمن هم على شاكلة هذا والتعبير بقوله صلى الله عليه وسلم يعود في الكفر فيه دلالة على أن العودة إلى الكفر انتكاسة وهنا يقول أن يعود في الكفر لم يكن أن يعود إلى لماذا نشوف الانتكاسة الأول العود انتكاسة كيف انتكاسة الانتكاسة كما جاءت في القرآن الكريم هي كأن الإنسان وقف على رأسه يعني طبيعة الإنسان ربنا خلقنا نمشي على قدمين فالمنتكس يعود كأنه انقلب على رأسه ولذلك يقول خسر الدنيا والآخرة شوف قوم مثلا سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا السلام لما رجعوا إلى أنفسهم اعترفوا أنهم هم الظالمون فجأة أو بعد وقت يعني لأن القرآن عبر عنه بكلمة ثمة ثم نكسوا على رؤوسهم يعني انقلبوا كده بعدما كان الواحد وقف على قدمي انقلب بقى رأسه تحف ورجله إلى أعلى هل هم كذلك؟ لا ليسوا كذلك إنما القرآن شبه من ارتدى عن الحق إلى الباطئ أو من عرف الحق ثم تركه وعاد إلى الباطل سماه بالواقف على رأسه وانقلاب الرأسي أو انقلاب الجسد الرأس التحت والقدمين الأعلى يعقب انقلابهم في التفكير انقلاب في كل شيء هكذا لذلك فيه دلالة أن يعود في الكفر يقرى أن يعود في الكفر فيه دلالة على أن العودة انتكاسة في الحياة كيف انتكاسة؟ المعلوم أن الإنسان في الدنيا الإنسان في الدنيا إذا تكبر وتغطرس ما هو ترك الإيمان والتحول إلى الكفر كبر كبر تتكبر على من؟ تتكبر على الله عز وجل الذي خلقك من طراب ثم من نطفة ثم سواك رجل اتق الله وهذا كلام للكل مخلوق تتكبر على ماذا؟ تتغطرس على ماذا؟ كل من تكبر في الدنيا وتغطرس في الدنيا ستنكس رأسه يوم القيامة ده إلا تنكس في الدنيا ستنكس يوم القيامة ومن تواضع لله عكسانة لا نترك المتواضعين وبنجعلنا وإياكم منهم إن شاء الله ومن تواضع لله عز وجل رفعت رأسه في الدنيا والآخرة وهذا ما جاء في الحديث الصحيح في صحيح الجامع من حديث أبو هرية رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من تواضع لله رفعه الله من تواضع لله رفعه الله طب عكسها ناخدها بالمعنى عكسه ومن تكبر أزله الله وقسمه الله في الدنيا والآخرة حتى لو كنا نراه بأي صورة تعجبكم وهي لا تعجب أصلا هؤلاء الناس الذين ينتكسون الذين نحن نتكلم عن أن يكره أن يعود في الكف عكسه لما يسمع الموعظة شو القرآن ماذا يقول عنهم لما كانوا يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يعظهم ويرشدهم ويناديهم باسم الإيمان شو القرآن عبر عنهم بكلام عجيب جدا ألا إنهم ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا من يثنون صدورهم ليستخفوا من أن يتقطئون رؤوسهم لكي لا يواجهوا مش عزين يشوفوا النبي وكل من هو على ضرب النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء إذا رآكم أيها الدعاء إذا رآكم من ارتد أو من انتكز أو أو يتقطئ رسل لا يريد أن يراك أمامه لأنك بالنسبة له لا يريد أن يراك فالآية الكريمة ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا من صوروا حال المشركين في مكة وفي غيرها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها صور حالهم حين يحاول النبي صلى الله عليه وسلم اسمعهم شيئا من الإسلام أو القرآن أو الوعظ أو الإرشاد هؤلاء يظنون أنهم في موضع خفي هذه مشكلتي مثل هؤلاء الناس في موضع خفي يعني خفي اسمع القرآن ماذا يقول عنه نبدأ بداية الآية ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يضغطوا بالليل يعني يعلموا ما يسفون وما يعلنون يظنون أنه لما يدخل غرفة وناموا يضغطة بحد يشش شايفه شو القرآن فضح الدنيا ألا حين يستغشون ثيابهم يعلموا ما يسفون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور راح فين يا حبيب راح فين هتستغفن من هتضغطة مش هيشوفك دعم زي قوم سيدنا نوح كل ما رأوه يأتي من بعيد جعلوا أصابعهم في أذانهم طب وإيه واستغشوا ثيابهم يعني إيه يعني أتى بثوبه وعملوا فوقه كده الله طب هو حطت أصابعه في أذنك طب ده مبالغة طبعا لأنه الأذن تسد من ملة لكن مبالغة في الصد وعدم سماع هذا يضع إيه يديه في أذنه طب وكيف يغطي نفسه ينادي على يا فلان غطيني غطيني حتى لا أرى نوحا يعوذ بالله من الشيطان الرجيب إنه عليم بذات الصدور على العاقلين أن يحضر هذه المخالفات أن يحضر التكبر والتغتلس على الناس هو في الأصل على الله عز وجل وهي صفة الكبر للداء الله عز وجل هؤلاء المجرمون يوم القيامة الذين نكسوا في الدنيا بسبب غطرستهم وبسبب حبهم للكفر والضلال يقولون يوم القيامة ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحة يا حبيبي تعمل يا حبيبي وبعد ما تروح الأخ تعمل حاجة وبيقول له إيه ربنا أبصرنا وسمعنا أبصرت بعد ماذا ما الناس تعموا معاك بل كنت تسخر منهم أحيانا كنت تسخر أحيانا من هؤلاء لماذا وما فائدة الاعتراف أنهم جاءوا يعترفون بأنهم كاعتراف فرعون فرعون بعد عمل اللي عمله وقتل ما قتل جاي في النهاية يقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنه إسرائيل رد الله علي قال له حبيبي انتهت خلاص كان في عندك فرصة في الدنيا الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين الجماعة دول بقى إيه بيقولوا ربنا أبصرنا وسمعنا حتى لم يقولوا قالوا ما فيش وقت يقولوا يا عم وفي وقت ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون لا حبيبي إنا موقنون بنتهت ده إنا موقنون كان علم غيب في الدنيا إنما في الآخرة بعلم حسي تراه أمامك لذلك تقول إنا موقنون أين كنت في الدنيا أين كنت من إنا موقنون ألا تعلم أن هناك حساب ألا تعلم أن هناك عقاب ولذلك شوف نموزك من النمازك حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم بغزق إلى يوم يبعثون شوف القرآن يرد عليهم قائلا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون أحبتي في الله السرعة والعجلة في العودة إلى الله عز وجل والإيمان في الحديث الذي معنا تشبيه جميل رائعة هو مخيف مخيف لمن أراد أن يخاف أما الذي خلاص ماذا نفعل له يعني التشبيه الرائع البليغ ألست تجد صدى بلاغته في نفسك حين يقول وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يغزف في النار هذه صورة بصورة كراهة العودة في الكفر ككراهة مثل تشبيه مثل كراهة القسف في النار شبه كراهية المؤمن المؤمن للعودة إلى الكفر بكراهية أن يكذف في النار في بين الاثنين إيه؟ إحساس بالكراهية والألم في كل هي صورة تشعرنا مجسمة تشعرنا شخصة أمامك صورة مخيفة مرعبة يتأملها الحس والعقل معا لأنه جعلت الخيال يتأمل صورة رجل قوي ثابت كالتوضي الأشم تعمد عليه شتى أنواع المغريات ويهددوا بكل وسائل التهديد بأن يلقى فيه من شاهد في حفرة كده وفيها يقول لك لا 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 أنا لا أطبل هذا فيقبلوا على ذلك بنفس رضية يعني كما أخافوا أن ألقى في النار واحد من على الشهر كده يرميني في النار جبل لا أهوى عندي من أن أعود للكف الله أكبر ده ما هذا لأن التشبيه جعل الصورة المعنوية هي دي صورة معنوية ليس الصورة أعزية جعلها كأنها مرئية أمامنا تهز الوجدان وتحرك المشاعر وتزيد المعنى بيانا ووضوحا فكما قلت لحضراتكم السر البلاغي في اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المشبه به والقذف في النار لأن المؤمن يكرر هذا من منا يقبل أن يخذف في النار على ظهر الأرض حتى أكفر الكفار أشد الكفار عنادا ولا يريد أن يخذف في النار لذلك جاء بالصورة مشبه به في الصورة يعني فيه شيء كده تنخلع من هوله القلوب ده إذا كانت القلوب تتأثر بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ألستم ترون معي أن هذا التشبيه وهذه الصورة المنفرة التي ينفر منها المؤمن في كراهية أن يعود في الكفر من أعظم الروائع البيانية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها امتعت القلب والعقل معا دون أن يضغى جانب على جانب والتشبيه كما قلت لكم يبشع الصورة اجعلها بشعة حتى ينفر منها المؤمن ويزداد إيمانا وثباتا ويقينا بأن ما يفعله هو أحسن ما يقول لحظوا معي أن النص يقول أن يكرى أن يعود في الكفر كما يكرى أن يقذف شوف التحبيب بكلمة يكذف ونعود للنص مرة ثانية كلمة يكذف لم يقل لنا من الذي يقذفه في النار فالذي يقوم بفعل القذف النص لم يذكره لماذا؟ لما فيه من ازدراء ومهانة وتبشع للصورة واحتقار لهذا الشخص الذي يقذف في النار ولا يبالي ذلك جعلت تشبيه الصورة مؤثرة جدا في النفوس وقوى منها ومن النفور منها ذلك المنظر البشع الذي يقذف كأن الشيء كده أخذ ورماه في النار وفي هذا في حرص على أن المؤمن يحب رحمة الله ويحب أن ينال رحمة الله عز وجل فيتمسكه بإيمانه وشوف كلمة يخذف أن يقذفها تدل على الرمي والطرح والامتهان والذل والاحتكار بل نقذف شوف كلمة نقذف بل نقذف بالحق على الباطل فيرمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون بل نقذف بالحق كأنها قذائف قذائف كده وهي الناس في جهنم والعزو بالله هيتو يكذب بها في النار إذا مروا على السراط كأن الشيء يظب لحظوا حتى الصورة المنفرة يحب ويكره يحب هذا ويكره هذا الاثنين في قلب المؤمن طبعا في قلب المؤمن لأن دايما هذا ما يسميه العلماء بالطباق أو بالصورة وضدها ماذا تفعل هذه الصورة وضدها تجعل النفس تنتبه وتتيقص ما هذا هذا يحب يحب ماذا ويكره ماذا ليتعلم الإنسان لأن الحديث مبني على التقابل ليعين على فهم المعنى لأن الإنسان إذا علمت ضد الشيء وضد الشيء يتنبه ويكون يقظا ليسمع هذا الكلام لحظوا أيضا معي أنه قال وأن يكره أن يعود في الكفري يعني أنا أقول الآن أنا أعود أنا مسافر خارج القاهرة أقول أعود في القاهرة ولا أعود إلى القاهرة أعود إلى فلماذا قال صلى الله عليه وسلم ولابد أن نفهم هذه اللغة العالية جدا عنده صلى الله عليه وسلم فلماذا قال أن يكره أن يعود في ولم يكن أن يكره أن يعود إلى والأصل أن الفعل يعود يتعدى بإله فلماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم اختار كلمة فيه لأنها الفعلة أن يعودها ضمن معنى الاستقرار يا لطيف يا رب يعني معنى هذا أن الرجل مطمئن ومستقر في الكفر وراضي به حينما أقول مثلا فلان في الدار فلان في البيت يعني مستقر في البيت طب فلان إلى البيت يعني لم يصل بعد فلو قال يعود إلى المعنى لا يؤدي ما يريده النبي صلى الله عليه وسلم من المعنى إنما قال أن يعود في الكفر أي أنه مستقر وثابت مثل القرآن قال أو لتعودن في ملتنا لم يقل إلى ملتنا بل فيها تنغمس فيها وتكون مثلنا وتشربوها شرب يعني أي لتصيرن إلى ملتنا إذن من يترك أنوار الهدى من يترك أنوار الهدى والإيمان ويتردى في غياه بالكفر والضلال والفسك والعجعود يحتويه الكفر بظلماته الكفر يحتويه عبر عنه فيه ما هي كلمة فيه دي معناها كده إنه مستقر فيه محتضنه فيه فلان إلى أحضاني ولا فلان فيه أحضاني المعنى مختلف تماما وفي الوقت نفسه يختم الله على سمعه وعلى قلبه وعلى بصره بل يطمس على البصر والبصير والعياذ بالله فتنغلق كل مداركه عن فهم الحق والعياذ بالله وتسد أمامه كل سبل النجاة والفلاح يا حبيبي لا نجاة ولا فلاح لأن الكفر تمكن منه وأحاط به بكلمة فيه يعني فيه في النص كده والكفر حواليه كده والضلال واحتواه اسمع كده الأيات دي كده اسمعها بقلبك قبل عقلك اسمعها بقلبك وعرضها على عقلك وركز فيها كل ما كل تلخصها والقرآن فيه كلمتين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أدى واحد اثنين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم أخذوا ختم الطبع دقيت أولئك الذين طبع الله على قلوبهم فقط وسمعهم فقط وأبصارهم فقط وأولئك هم الغافلون انغمسوا في الغفلة عبر عنها بأولئك بعيدون جدا في الغفلة وأشار إليهم بهم وحدهم الغافلون طب يا ربي مصيرهم إيه لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون دي خلاصة اللي فات عبر عنها القرآن بهذه الكلمات البسيطة لكن لاحظت أيضا أن الأفعال في النص أفعال مستمرة عندك يكون يحب لا يحب يكره يعود يكره يجذب ليه عبر معنا بالفعل المستمر لأن المؤمن الثابت على الإيمان الثابت على الإيمان يجدده يوما بعد يوم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا فهم يجددون الإيمان ويجددون العلاقة بالله عز وجل كلما جاءوا بطاعة كلما جاءوا بصلاة بزاكرة بصيوم بأمن معهم أي شيء من الطاعة فيه تجديد للإيمان لذلك عبر عنه بالفعل المضارع والحديث بجملتي أحبتي مال إلى التصوير ده صورة فنية رائعة عبرت عن المقصود بأحسن صورة ألستم معي أن هذه كما قلت هي من أحسن الصور لكن لفت نظري شيء آخر في الحديث وإحنا بنختم فيه إنه عبر عنه بالمصدر المؤول وبما بعضنا لا يعرف عنه إحنا عندنا مصدر صريح عندنا مصدر صريح أكرمت كرما فكرما ده مصدر صريح إنما وأن تصوموا خير لكم أن تصوموا لما نأولها كده ونخلطها بعدها معناها صيامكم خير لكم فده اسمه مصدر مؤول يكون بأداة ثم الفعل المضارع شو بقى كم واحد عندي أن يحب أن يكره أن يعود أن يقزف ليه بقى اختار المصدر المؤول هذا أنا قلت المؤول ده يعني حرف اللي هو معنا هنا أن وأن دي أقوى من كل الحروف مع أن زائد الفعل المضارع ينسبكوا مع ما تطلعوا لي سبيكة اسمها إيه أن يحب أي الحب أن يكون أي نكره أي الكره طب ليه أن يكره وأن يحب ولم يقول الكره والحب لأن المقام الذي يتطلبه الموقف في حديثنا ميسى صلى الله عليه وسلم مقام توجيه وإرشاد وهذا لا ينسبه المصدر الصريح هذا ينسبه المصدر المؤول وهذا الكلام موجه لنا للمستقبل فالمستقبل ينسبه المصدر الصريح لأن أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر للمستقبل إن شاء الله بخاصة إذا كانت الأداء أن لأن أن إذا دخلت على الفعل المستمر اللي يسميه العلماء الفعل المضارع إذا دخلت عليه تجعله تحوله إلى الاستقبال بعد أن كان يحتمل الحال ثم ينقطع أيضا المصدر المؤول هذا أن يكره أن يحب أن يكزف أن يعود في مزيئة أخرى أن يستنزم التعبير بالجملة الفعلية وليس الإسمية لأن الجملة الإسمية ثابتة كره حب ده ثابت إنما أن يكره أن يحب أن يعود أن يكزف ده فيه تجدد وحدوث وإرشاد وطبعا فيه تجانس في الكلام عند النبي صلى الله عليه وسلم حبتي في الله في هذا الحديث نستفيد منه إفادات كثيرة في الختاب أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل طعم الإيمان وأن نكون ممن تذوقوا الإيمان وأن نكون ممن ذاقوا حلاوة الإيمان وتمسكوا بيئة وجددوها كل يوم هذا الحديث بعد هذه الحلقات الخمستاشر ماذا استفدنا منه يفيدنا الحديث بأشياء كثيرة أذكر منها حسب الوقت للإيمان حلاوة روحية البعض قال لي هي حسية البعض قال حسية ناخدها بالمعنى العام هي روحية وهي أعظم من أن توصف لإنسان يعني لا أستطيع إذا تزوجت حلاوة الإيمان أن أكل لك طعمها كذا إنما أنا أكل لك ممكن أصف لكن الطعم لا أستطيع لأن تخصوني أنا كما قال لما رجع الوليد إلى أبي جهل والمشركين قالوا له ماذا وجدت قال إن له زي ما سمع القرآن إن له لحلاوة هل هم يشعرون لا هو بس اللي سمع هو اللي يشعر لك طب ليه رجل ده ما أسلمش ده كاد أن يدخل إسلام واخد ختمي حبيبي شبابنا شبابنا الذين يدخلون المسجد شبابنا الذين يسمعون الأذان ولو يلبون شبابنا الذين يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم بناتنا اللي مشي في الشوارع يا بنت اسطول نفسك يا بنت يا بنت مخالفة للقرآن والسنة مخالفة للفطرة مش أقول قبل القرآن مخالفة للفطرة التي خلقك الله عليها أبعدها نقول أنا خايف أنا خايف عليكم ليكون في ختمة العزب الله طبعا الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم فلا يسمعون الأذان ولا يبصرون المسجد ولا يبصرون الطاعة بناتي وشبابنا الفتية والفتيات اتقوا الله عودوا إلى دينكم فلن نربح شيئا لن نربح شيئا مهما فعلنا إلا إذا عودنا إلى الله عز وجل من الذي استفدنا من الحديث أن من يدرك حلاوة الإيمان مش أي واحد لا اللي عايز يشعر بحلاوة الإيمان ويستشعر بها وتذوقها من أحب لله ومن أبغض لله تعالى فهو سبحانه الحقيق بكل الحب أو كما قلت في حلقة سابقة حب بعشق وليس حب على ما تفرد كما يقولون محبة الله تعالى أحبتي تعني الالتزام تعني الالتزام الالتزام بالتقوى ما هي المحبة يعني أنا أحب الله وأسمع الأزان ولا ألبي أحب الله معي مال ولا أخرج المال أحب الله عز وجل وأظلم أحب الله عز وجل وأكل أموال إخواني أو أخواتي في المراس أو في أي شيء أو أكل أموال الناس بالباطل مثلا كيف إذا الحب هذا هذا ليس بحب وحب الله عز وجل وأدعي حبا وأكون في الصف الأول ولا أعطي العمال أجورهم مثلا أنا بركز عن نقطة دي لأن كثيرا يأتون يشكون يشكون ومش كلمة يعطي أجور العمال لأن واحد سألني فيها مش كلمة أنه له أجر عشرة لا يعطي العشرة لا يعطي العشرة يعطيها له لكن هذا رجل يستحق عشرين فيه أوفرتايل فيه وقت إضافي يقول لي لا لا ما فيش هو بس كده طب الراجل عندك لأن أذكر أنه يهد يا الناس أقدر أمثلة بالكفار اللي لو الواحد جلت خمس رقائق ليقدم أصلحة واحد من الجمهور بيأخذ عليها أجر الله كيف هذا وهذا يشكون الناس يأتون يشكون كلك أنا بشتغل المفروض 8 ساعات القانون الدولي العالمي كله 8 ساعات طب اتناشا فيه زيادة فيه زيادة عمل لك حاجة اكريموا يا أخنا شابونة يكريمك سبحانه وتعالى لا تظن أنت كيف تأكل أموال الناس بل إن هناك من يأكل أموال العمال وقد ضربت لكم أمثلة في هذا سابقا لما كنا نتكلم عن الرجل الثلاثة اللي تكلمنا عنهم الأقرع والأبرز يدرك حلاوة الإيمان هو الذي يحب الله عز وجل فقط الحب بعشق محبة الله عز وجل تعني ماذا تعني ماذا بالنسبة لي تعني أن ألتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم هل الشوارع بتاعتنا الآن منتزمة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هل بناتنا وشبابنا في الجامعات خاصة في زيهم وملابسهم هل يطبكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله يا آباء يا آباءنا يا أمهاتنا اتقوا الله اتقوا الله في دينكم اتقوا الله في بلدكم امذروا لأولادكم قبل أن يخرجوا كيف سيخرجوه حب الله تعالى أحبتي استفدنا من الحديث أيضا أن حب الله تعالى يقتضي حب ما يحبه الله عز وجل يقتضي حب ما يحبه الله عز وجل ويبغض ما يبغض الله عز وجل والله ليس هناك أغلى على المؤمن من الله في أغلى من الله عندي في أغلى من الله عندي في أغلى من رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي في أغلى من رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي كيف هذا في اغلى منه كيف انا مؤمن وقد رأينا في الحلقات السابقة ارجعوا اليها كلما زادت الطاعة كلما ازددت طاعة ازددت ايمانا وكلما قللت من الطاعة نقص الايمان احذروا انا احذب نفسي قبلكم يعلم الله كلما زادت الطاعة زاد الايمان وكلما زاد الايمان زادت السعادة السعادة تحيط بنا من كل جانب لان السعادة بتذوق حلوة الايمان حلوة الايمان لا تذهب هي باقية معك تنام وتستيقظ اثناء النوم تشعر بحلوة الايمان في قلبك والقلب كما قلت يضخها في الشرين والاوردة فكل الجوارح وكل الجسد هذا يشعر بحلاوة الايمان الحب في الله تعالى الحب في الله والحديث كله مبنى على الحب يجعل الحياة جميلة يجمل الحياة ويبعد العلاقات الانسانية السامية عن المصالح الدنيوية ما المانع ان اساعدك في الله وان تساعدني في الله ما الذي يمنع هذا هو لابد يكون بيننا مصالح او انا مسئول وانت تابع لي او انت مسئول وانا تابع لك الحديث بجملته يجعلنا نعيش مع الحب والحب الذي هو عنوان العشق عشق الحب بعشق لله عز وجل ولرسول صلى الله عليه وسلم ثم لأخيك المسلم ها ثم تكره ان تعود في الكفر كما تكره والضلال والفسق والفجور اللي التزم بالطاعة وتذوق يكره ان يعود الى الكفر كما قلت انفا احبتي في الله الكلام في الحديث انتهى لكنه لم ينتهي فلو اجاء بعدي من جاء سيخرج لنا اللقالئ من الحديث يخرج لنا اللقالئ الغنية الغنية من هذا الحديث والضلر التي فيها التي نستخرجها من كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لذلك وجب علينا ان نتضمن الحديث وان نعيشه نعيشناه مع بعض يعني اكثر من تقريبا اربعة اشهر او دخلين اه تقريبا اربعة اشهر ونحن مع هذا الحديث فاعزين نعيش معاه ونعيد الحلقات ونسمعها واسمع غير في من تكلم عن هذا الحديث ها وننظر الى الحب لنجد تخيل لو اننا طبقنا هذا الحديث في حياتنا تخيل لو اننا ها طبقناه انظر النتيجة ماذا سيكون اسأل الله عز وجل في ختام هذا الحديث لننتقل الى حديث اخر في الحلقة القادمة ان شاء الله اسأل الله عز وجل ان يبارك لي ولكم وان يجعلن وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعونا احسنة وان يبارك فينا جميعا وان يصلح حلنا وحل امتنا وحل بلدنا وحل امتنا وحل قادتنا انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وامتنا